الرسم الحر والقص واللسق والفسيفساء إلى جانب الفنون المسرحية من عدب وشعر هي أنشطة لمخيم قوس قزح التي ينفذها مركز العودة المجتمعي التابع لاتحالي لجاني العمل الصحي في قطاع غزة والذي يأتي ضمن فعاليات شتاء 2019 للأنشطة المكتبية لتعليم الأطفال هناك العديد من الفنون إلى جانب المهارات اليومية الأنشطة يتم تنفيذها في كل محافظات قطاع غزة إذ تم توزيع الأطفال على الأنشطة التي يتم تقديمها وفق جدول يومي بهدف العناية بالمفهوم الشامل الصحة البدنية والنفسية والعقلية والثقافية للطفل أيضا للحديث أكثر معنا من قطاع غزة منسق مركز العودة المجتمعي ناجي الجمل صباح الخير أستاذ ناجي يسعد صباحك صباح الخير ولا صباح الخير عمر صباح الخير لكل المشاهدين صباح الخير عليك مشرفنا ومنورنا في برنامج جوم جديد وفي هذا الصباح نتحدث عن تنظيم مخيم لأكثر من عشر سنوات تحدثنا عن أبرز الإنجازات خلال هذه الفترة الزمنية وإحكي لنا أي الجديد هذا العام في البداية فعليات قوز قوزحية زي ما ذكرته هي فعليات أطلقتها دائرة الاتصال والمناصرة للصحة المجتمعية التابعة لاتحاد لجهان العمل الصحي أطلقتها في كافة محافظات قطاع غزة بنفس الوقت ونفس الزمن هاي الفعاليات بنحاول من خلالها أنه نوجد مساحة دافئة مساحة آمنة لأطفال قطاع غزة طبعا طلقت الفعاليات خلال الفترة الشتوية على عمل أنه تتجدد وتستمر هاي الفعاليات لحتى نوجد لأطفالنا والأطفال قطاعنا الحبيب المساحة الخاصة فيهم نعم يعني طبعا قراءة الأهداف أو الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الطلاب كما ذكرنا الفن الحكواتي الفسيفساء القص والألعاب حتى أيضا هنا أسأل أنه مركز العودة طبعا أنتم بتمثلونه ولكن أيضا فيه مراكز صحية أنتم بتعملون بالتعاون معها يعني حينما أقول مركز صحي بيجي في دماغي المستوصف أو مركز صحي صغير في منطقة ما ما علاقة مركز صحي بأنشطة مثل هذه الأنشطة للأطفال يعني نريد توضيح هنا هذه النقطة العلاقة اتحاد لجان العمل الصحي يتبنى مفهوم الصحة الشاملة أنه الصحة مش بس خلو أو انعدام الجسد من الأمراض لا هي كمان السلامة العقلية والاجتماعية والنفسية للأطفال لهيك اتحاد لجان العمل الصحي أرفق بكل مركز صحي مركز مجتمعي ليسير فيه عندنا ست مراكز صحية ومستشفى بالإضافة لست مراكز مجتمعية منتشرة لقطاع غزة من خلال مراكزنا المجتمعية احنا منقدم الخدمات أو منقدم البرامج التثقيفية البرامج المجتمعية البرامج النفسية اللي بتختص بالطفل والأم والأب يمكن ذكرنا كلمة أطفال أكثر من مرة وهم المستهدفين في أنشطة المخيم اللي تقومون بها من هم هؤلاء الأطفال كيف يتم اختيارهم ما هي الأعمار المستهدفة تمام في البداية زي ما بتشوفوا على الشاشة احنا منستقبل مجموعة من الشباب الجامعيين مندربهم على المهارات المجتمعية على المهارات الحياتية على الحقوق على الواجبات على المواطنة على تقنيات التنشيط وكيف يكون ميسر ناجح ومدرب ناجح للفئات المختلفة بعد هيك بنتم استقبال هذول الأطفال من خلال الإعلانات أو من خلال المؤسسات الشريكة أو من خلال المدارس طبعا نستقبلهم في مركزنا نوزعهم على حسب الفئات في فئات عندنا بتكون إلها علاقة بالأنشطة الترفيهية بالأنشطة التثقيفية في فئات بيكون إلها علاقة بالمهارات الحياتية إدارة الوقت حل المشكلات العمل الجماعي العمل التطوعي وهكذا هذا المخيم بيبقى لمدة أدئة من الوقت أنا أعرف أنه فيه أنشطة طوال العام طبعا بس أيام الدراسة وفيه أيام الأجازات أيضا ولكن لو أنا طفل أنا هتتبنوني كطفل كم من الوقت هستهلكه أو هأضيه في هذا المخيم هو حسب تحديد المخيمات الشتوية بتكون في فترة قصيرة يعني ما بتتجاوز تقريبا الشهر لأن الإجازة المدرسية هي شهر بعد هيك يعني بتنطلق للفعاليات أو البرامج إلى أثناء الدراسة واللي بتكون خلال فترة ثلاث شهور وبتتجدد ده لنفس الأطفال أستاذ ناجي يعني نفس الطفل هو معك في مجموعات بتكون عنا في مجموعات بتكون عنا ثابتة واللي هم الأطفال اللي بكون لهم علاقة مباشرة مع المركز ومستهدفين ضمن البرامج أو الأنشطة أو المجموعات اللي بتعتني بالمواهب في أطفال بيكون الاستهداف مختلف في كل مرة حسب وصولهم للإعلان وحسب رغبتهم في التسجيل في هذه الفترة طب حدثنا عن المردود يعني إيه المردود اللي صار مع الأطفال خلال هذه الفترة طوال هذه الفترة من خلال الأنشطة اللي تقدموها وكلها اللي ذكرتها لمسته المردود بصراحة عمر إحنا يعني خلال الفترات اللي فاتت وخلال الفترات الجاي إحنا بنحاول نصنع شيء واحد إحنا بنحاول نصنع وعي أو بنحاول يعني نبني وعي تراكمي عند هذول الأطفال بنحاول نبني قيم بنحاول نبني تربويات بنحاول نبني المنظومة الأخلاقية في قطاع غزة بشكل يتناسب في ظل كل هالظروف اللي منتعرض لها بس بتخيل أنه المردود آه إيجابي لأنه في بعض الفعاليات اللي بتكون فيها الأهل مع أطفالهم بيكون وجود الأهل بشكل مميز تعاطيهم مع البرابج بيكون بشكل مميز وهذا اللي بيعطينا قياس إنه إحنا اللي بنعمله مهم الأهالي بيقدروا وكمان الأطفال مهتمين نعم حريك ذكرت إنه الأهالي بتشترك في بعض الفعاليات لو تشرح لنا ما هي الفعاليات التي يتم إشراك الأهل فيها وما الهدف منها هنا تمام مثلا في هذا المخيم كان في عنا فعالية اسمها سينما العودة سينما العودة كان المفروض بيحضر الفيلم بنعرض فيلم كارتوني كان بيحضر الفيلم الأم وطفلها وبعد هيك بيصير مناقشة لهذا الفيلم من هذا من هذا الجانب إحنا بنحاول نعزز علاقة الطفل بأمه مع مواهبه أو هواياته الأم تشارك ابنها أو تشارك طفلها في الأشياء اللي هو بيمارسها أو بيعملها هاي واحدة من الفعاليات اللي كانت تدمج ما بين الأم وطفلها وهناك نشاط آخر سيد ناجي اسمه غير يا قائد أو غير يا قائد ممكن تحدثنا عن تفاصيل التفاصيل أكثر عفوا بس نشاط شو اسمه غير يا قائد أو غير يا قائد هذا نشاط تفاعلي أيضا من ضمن النشاطات اللي تقدموها هذه الدورة إذا صح التعبير ممكن تحدثنا عن تفاصيل بشكل يعني أكثر وضوحا تمام هذا النشاط بنحاول من خلاله نعزز الشخصية القيادية لدى الأطفال هو يعني نشاط ترفيهي مش أكثر إنه كل طفل في المجموعة بمارس دور القائد اللي بيوجه تعليمات بيوجه إشارات بيوجه أوامر لباقي الأطفال اللي موجودين وهم لازم يتبعوا في هذا النشاط فهو أكثر بنحاول نبني شخصية قيادية لدى الأطفال بطريقة مرحة نعم أيضا أنتو يعني فترة الترويج لهذا المخيم والإعلان عنه باختصار أستاذ ذيجي كيف بتتم وفي أي أوقات بيتم الإعلان عنه وكيف بيتم التواصل يعني هل الأهالي والأبناء هم الذين يأتون لهذا المخيم ويطلبون أم أنتو اللي بتختاروا كيف هي الآلية في كل هذا بيتم الإعلان عن الأنشطة الموجودة بالمركز أو البرامج اللي بننفذها بشكل دوري عبر صفحتنا على الفيسبوك اتحاد جان العمل الصحي أو من خلال الدعوات اللي بنوزحها على الأطفال أو على الأهالي أو على المراكز واضح واضح سيد ناجي كنت معنا ضيف كريم من غزة منصق مركز العودة المجتمعي ناجي الجمال شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا في يوم جديد